يواصل الحزب الدستوري الحر في تونس اعتصامه الذي انطلق منذ أسابيع أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس ويطالب الحزب الحكومة بيحل الفرع والتحقيق فيما اسمته رئيسة الحزب عبير موسي الأموال المشبوهة التي تمويل الفرع وتتهم موسي حركة النهضة ورئيسها رجل غنوشي بحماية فرع الاتحاد مرت أسابيع على بدء اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس وإلى الآن تطالب رئيسة الحزب عبير موسي حكومة هشام المشيشي بالتدخل وإيقاف نشاط فرع الاتحاد رغم إرسال مصالح الحكومة تنبيها للاتحاد أي بعثت رئيسة الحكومة وجه التنبيه وجهت لهم تهم تبيض الأموال وجهت لهم التهمة إحداث منظومة تربوية موازية وجهت لهم تهم أنه مهم مخالفين للدستور والنظام الأساسي متع قطر متع القراثاوي مخالف للدستور وتوى الوالي ما حمش يسكر وأطلق الحزب الدستوري الحر معركة يعتبرها مصيرية من أجل مدنية الدولة بحسب الحزب دون أن يتمكن من تجميع كتل برلمانية معارضة معه في الموقف من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى حد اللحظة تمت دعوة النواب النواب هم على دراية بخطر هذا الوكر الذي يفرق الإرهاب ولكن للأسف الذين يدعون الحداثة والمدنية والديمقراطية وكل تلك العبارات الرنانة نراهم على أرض الواقع يعلنون الولاي إلى شيخ الإخوان وإلى شيخ الإرهاب وتأتي خطوة عبير موسي وحزبها للضغط على خصمها حركة النهضة وسط ضغوطات تقوم بها بعض الكتل على رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أبرزها عريضة سحب الثقة التي لا تزال تنتظر إيداعها في مكتب البرلمان لتحديد جلسة عامة للتصويت عليها اعتسام الدستوري الحر أمام فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعيد تساؤلات عديدة حول قانون الجمعيات والأحزاب في تونس خاصة من ناحية تمويلها بحسب مراقبين سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية تونس وللمزيد تنضم إلينا من تونس صحفية نسرين الحمداوي أستاذ نسرين مرحبا بك معنا إذن بداية عن هذه المعركة التي اختارها الدستوري الحر في مواجهة فرع تونس للاتحاد العام لعلماء المسلمين حسب الدستوري الحر دائما أنه في الخامس والعشر من فبراير الإدارة العامة للجمعيات وجهت تنبيه رسمي لهذا الفرع لارتكاب جملة من المخالفات لقانون الجمعيات في البلاد السؤال الذي يفرد نفسه لما لم تتحرك إلى غاية الآن الدولة مساء الخير أولا هناك تنبيه فعلا صدر عن رئاسة الحكومة في شهر في فيفري الماضي لكن السلطات المحلية في تونس لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من بينها الغلق المؤقت لمقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس أعتقد أن هناك بعض التعيينات في عدة أسلاك في تونس بينها الأولات والمعتمدين والسلطة التنفيذية المحلية تتم بالولاءات لبعض الأحزاب والتي هي عادة ما تكون من نصيب حركة النهضة التي تستحوذ على أغلب التعيينات على رأس المؤسسات التونسية منذ سنة 2011 لذلك يتأخر في كل مرة تنفيذ مثل هذه القرارات التي تصدر عن القضاء أو التي تصدر عن هياكل رسمية تونسية طب إلى أي مدى النهضة وحلفاءها في الإسلام السياسي يقدمون غطاء لهذا الفرع يعني تابعنا اليوم سيف الدين مخلوف عن اتلاف الكرامة يقول بأنه هو والنواب من حزبه من دخل الممثلون في البرلمان بطبيعة الحال قرروا تسجيلا خيراتا جماعي فيما يسمى اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وفيما يصفونه بحماية حق الاختلاف وذلك كرد على الاتحاد الدستوري الحر حركة النهضة ليست مدافعة فحسب عن مثل هذه المنظمات والجمعيات أمين مال الاتحاد فرع تونس هو قيادي في حركة النهضة عضو في حركة النهضة بعض الموجودين في هذه الجمعية هم قيادات صلب حركة النهضة إذن هي لا توفى الغطاء فحسب هي تعلن مشاركتها في مثل هذه الجمعيات والمنظمات سيف الدين مخلوف كتلة اتلاف الكرامة وغيرها هي مجرد أذرع لحركة النهضة سواء داخل البرلمان أو خارجه وتقوم بأعمال بالوكالة عنها خاصة في مثل هذه الأحداث التي تخرج حركة النهضة انخيرات سيف الدين مخلوف أو غيره في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لا يغيروا في واقع الأمر ثم لا يغيروا قرارات رئاسة الحكومة التي أكدت أن هذه الجمعية تتلقى أموالا مشبوهة من خارج تونس وتقوم بتدريب النساء والأطفال على برامج تعليمية موازية للبرامج الرسمية ولكن هذه الحكومة خاضعة لحزان برلماني تقضه النهضة بذلك أننا لم نقدم على أي شيء إدارة الجمعيات هي إدارة صلب الحكومة لكن لها استقليلياتها وتنظر في الملفات وفقا للوثائق الموجودة لذلك لا يمكنها في الوضع الراهن في تونس وهي دولة قانون لا يمكن إنكار ذلك أن تتراجع لكن يبقى المشكلة في التنفيذ الفعلي لمثل هذه القرارات نرى أن والي تونس مثلا اتصلت به عابير موسي اليوم للقدوم على عين المكان ومعينة الاعتصام واتخاذ القرارات المناسبة لكنه لم يستجب لهذه الدعوة طيب بشكل عام هذا التغلغل للإسلام السياسي ليس فقط هذا الفرع للمشروع بحد ذاته مساعد تمكين لأكثر من عقد في تونس وفي مؤسسات الدولة كذلك إلى أي مدى يهدد مدنية الدولة ويستهدف بشكل أكبر المرأة ومكتسبات المرأة التونسية في الدولة الحديثة بالفعل هناك مخاوف حقيقية حول مكتسبات المرأة التونسية التي حصدتها طيلة عقود منذ استقلال الدولة التونسية هناك مخاوف تتعلق بالأجيال الجديدة والأفكار التي يتم زرعها من خلال دمغجة الأطفال والمراهقين من خلال مثل هذه الجمعيات من خلال بعض الصفحات على مواقع الفيسبوك والمواقع الإخبارية التي تمويلها حركة النهضة وأذرعها من خلال زرع أفكار غريبة على المجتمع التونسي ومعتقدات ومبادئ لا تمت بصلة إلى الأفكار التي بنيت على أساسها الدولة التونسية هناك كان أكثر من مناسبة حتى إيهانة واستهداف للمرأة داخل قلعة البرلمان في تونس وهذا أمر غريب ومستغرب نعم 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 الإيهانات تأتي دائما من نفس الطرف وهو كتلة تأتي له في الكرام وقلت لك هو أحد أذرع حركة النهضة هناك كلام بذيء وغير معقول صدر عن هؤلاء النواب تمت إيهانة المرأة تونسية في أكثر من مناسبة هناك نساء تونسيات تقبعنا بالسجون لمجرد اختلافهن مع حركة النهضة لمجرد أنهن تدفعنا عن أفكار لا ترغب حركة النهضة في أن تسود المجتمع التونسي هناك صحفيات تونسيات تعرضنا للتحرش خلال مسيرة حركة النهضة ولم تتحرك أي أجهزة رسمية في هذا الاتجاه لإعلان مسؤولية حركة النهضة أو تقديم اعتذار رسمي لهن هناك عدة مؤشرات توحي بأن الإسلام السياسي في تونس يسعى لتقويض الجمهورية ومبادئها خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية طب ولكن أستاذ نسرين المرأة بالنهاية في تونس لديها نوع من الوعي السياسي بالإضافة إذا ما جمعناه بالدوافع الشخصية أو حتى الموضوعية باعتبارها مستهدفة من قبل هذا المشروع في مكتسباتها التي تحصلت عليها في هذه الدولة في فترة بورقيبة وما بعدها إلى أي مدى يمكن أن تشكل حائط منيع أو يقطع الطريق أمام الإسلام السياسي كثقة الانتخاب تمثله المرأة التونسية بالنهاية صديقة الإشكال يكمن في أنه صحيح هناك مناظلات تونسيات تعملنا في هذا الاتجاه لفرض وجودهنا على الساحة السياسية لكن كما تعلمين هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها تونس خلال السنوات العشر الماضية لكنها لا تفعل على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق مما جعل المكتسبات تتراجع من خلال تصنيفات تونس في مجال الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للمرأة تبقى هناك مجهودات حقيقية من نساء تونسيات يعملنا لأجل الحصول على حقوقهن الكاملة والمساواة الكاملة الإشكال أيضا في أن حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى تستعمل المرأة كخزان انتخابي من خلال بعض الحملات التي تسبق الانتخابات التشريعية تستعملها ثم تتخلى عنها في بقية الدورة النيابية هذا يتطلب من بقية مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني مزيد من العمل على تدعيم دور المرأة في المشهد ككل ولكن المشكلة أنه أمام هذا مشروع الإسلام السياسي وحتى في المعركة على سبيل المثل مع فرع تونس لاتحاد العام للمسلمين يعني يبدو الدستور الحر وحيدا في هذه المعركة مع رفض قتل برلمانية معارضة أو تدعي الحداثة الانضمام إليه نعم هناك ضعف حقيقي في تشكيل جبهة حقيقية في مواجهة هذا المشروع الذي يهدد مدنية الدولة التونسية أعتقد أن عبير موسي فشلت في هذا الجزء في أنها تحصل على حزام حداثي تحت قبة البرلمان أو خارجه لمجابهة هذا الخطر الداهم أعتقد أيضا أن بعض الكتل المدنية تحت قبة البرلمان لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع الإسلام السياسي وتخاف أن تخسر مصالحها لذلك تتجنب دائما الدخول في جبهات مع حزب عبير موسي نعم إذن شكرا جزيلا لك من تونس الصحفية نسرين الحمدوي شكرا لك شكرا